أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب كل القوات البرية من جنوب قطاع غزة معد كتيبة واحدة هذا ولم يقدم الجيش الإسرائيلي بعض تفاصيل أخرى كما لم يتضح ما إذا كان الانسحاب سيؤخر ما هدد به جيش الاحتلال منذ فترة طويلة من توغل في مدينة رفح بجنوب القطاع نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء أربعة جنود قد قتلوا في قطاع غزة يرتفع عدد قتله إلى 604 منذ السابع من أكتوبر الماضي وأكد جيش الاحتلال أن أفراد الكوماندز الأربعة قد قتلوا في جنوب غزة بعد أسابيع من التراجع النسبي في حجم الخسائر البشرية الإسرائيلية وكانت حركة حماس قد أعلنت مسؤوليتها عن كمين استهدف عدد الجنود الإسرائيليين في بلدة خانيونس جنوب قطاع غزة أمس السبت أعلنت وزارة الخارجية والدفاع في بريطانيا أن سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية ستقدم مساعدات لغزة في إطار جهد دولي يهدف إلى إقامة ممر بحري إنساني جديد في أوائل مايو وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون أن الجهود متعددة الجنسيات التي تضم لولايات المتحدة وقبرص وشركاء آخرين ستعمل على تطوير رصيف مؤقت جديد قبالة ساحل غزة وأوضحت الخارجية البريطانية أن المبادرة ستشهد فحص المساعدات مسبقا في قبرص وإرسالها مباشرة إلى غزة من خلال الرصيف الأمريكي المؤقت الجديد الذي يتم إقامته قبالة الساحل أو عبر ميناء الزدود بعد موافقة إسرائيل على فتحه دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة فورا كما طالبت الجامعة بإعادة إعمار القطاع الصحي المنهار في القطاع وإنفاذ دخول المساعدات الإنسانية العاجلة وبشكل مستدام واستنكرت جامعة الدول العربية استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاك الخطير بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الأمر الذي يزيد من خطورة الأوضاع الصحية والإنسانية منبهة إلى أن هذا الأمر سيحمل أثارا مدمرة على صحة الأمهات والأطفال وكبار السن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا لاثنين اجتماعا حول انضمام أعضاء جدد للأمم المتحدة بعد تلقي رئيسة المجلس خطابا من الأمين العام بشأن طلب مقدم من دولة فلسطين وأعربت الجامعية العامة عن أملها بأن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب بالأمم المتحدة بعد قرارا اعتمدته الجامعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012 وصدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت استشد وأصيب عدد من المواطنين في سلسلة غارات من قبل الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية في اليوم الرابع والثمانين بعد المائة من العدوان المتواصل على قطاع غزة والذي تركز على مدينتي خان يونس ورفح جنوبية القطع ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي مأدى الاستشهاد 33137 مواطنا أغلبياتهم من الأطفال والنساء وإصابة 75815 آخرين في حصيلة غير نهائية